رفض الميليشيا توقيع الاتفاق يسمى تحفظاً بينما تجاوب الوفد الحكومي يسمى رداً إيجابياً هذه بالنسبة للمبعوث الأممي إلى اليمن درجات التفاوت بين طرفي المشاورات في الكويت بل كأنها هدية الفشل الذي اطلقها اسماعيل ولد الشيخ في مقابلة أجراها مع التلفزيون الكويتي ويجب الخروج منها بماء الوجه على ولد الشيخ إذن الاستمرار بإطلاق الإشارات الإيجابية عند كل منعطف حتى أنه أيضاً بعد مرور أكثر من تسعين يوماً من مشاورات الكويت وقبلها جولتان من مفاوضات جينيف يصر المبعوث الأممي التبشير بجولة جديدة بين الطرفين ستستأنف في وقت لاحق كما قال وأظن أن الجولة الحالية التي نحن الآن نتحدث عنها ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الفشل الذي رافق المشاورات في جلسة ختامية بعد أن جرى تعليق مفاوضات السلام بين الطرفين المتحاربين في البلاد بينما لا يحتاج الإخفاق أساساً إلى إعلان فواقع الحال سابقاً لما يريد أن يعلنه المجتمع الدولي ليس بشأن المشاورات فقط ولكن بمجمل ما تشهده اليمن عموماً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة